السلام عليكم جال لي سؤال من احد ازمال المتابعين بيقول! اريد الا اعرف ما بين عسل البرسيم والعسل العادي? هل العسل البرسيم ليهse فواج회ة ولا لا? هل ليه اضرار ولا لا? فقررت ان انا هاتل عليكم فالفيديو اللي انا نتكلم عنو ونتكلم عن عسل البرسيم ايه هو. وايهилось الفرق بينه وبين العسل العادي? وهل ليه فواجه وللا لا? هل ليه اضرار ولا لا? هنتكلم عنو الي 달ون ه네요 большое وبسرعة باذن الله! عسل البرسيم بيتم جمعه عن طريق النحل زي وزي اي عسل بالزبط مفيش اي فرق خالص غير ان عسل البرسيم بيتم جمعه عن طريق النحل لما بتشم ظهور البرسيم عندنا حواليا جامعة 300 نوع من ظهور البرسيم فكل نوع بيطلع عسل بس هو نفس النوع تقريبا مفيش اي فرق الا الجودة بس اللي بتفرق بين عسل والتاني لكن هي بتطلع برخيق الازهار بتاعة البرسيم تمام كده طيب العسل البرسيم بيلي انه يعني يحتوي علي مضادات اكساده عالية جدا لكن في الفيتاميناته المعدن الي في بيه كميتها قليلة ودي حاجة غريبة جدا بما انه كميته قليلة مفوض يكون هو فوائد ما فيش فوائد لا ادعي Qi ادعي مضادات اكساده جميلة جدا ونتكلم에 عنه دلوقتي يحتوي علي ايه بقى عسل البرسيم يحتوي علي بيتامين C يحتوي علي المغنيسيوم الكالسيوم الزينك البوتاسيوم دي كلها حاجات مكونات موجودة في عسل البرسين كمان بيحتوي على 64 سعر حراري كل 100 جرام يحتوي على 64 سعر حراري وفيه 17 جرام من الكربوهيدريت و16 جرام من السكر السكر اللي هو سكر الجلوكوس طبعا وسكر الجلوكوس اللي موجود فيه بيدي له حتة التبالور التبالور جمع اللي هو التماسك عشان كده عسل البرسين متماسك شوان العسل العادي ودي حتة نتكلم عنها دلوقتي برضه هل عسل البرسين فيه بروتين أو دهون لا عسل البرسين من مميزاته وليش فيه لا بروتين ولا دهون عشان كده ما يسببش ازالة وزن الى مع الكيميات الكبيرة منه طبعا يبقى عسل البرسين zero دهون zero بروتين في كربوهيدريد columns معادن في مواضيع الأكسادة عالية جدا طب ايه اهم؟ المواضيع الأكسادة هي سبب فوائد أو سبب فوائد الكتير الموجودة في عسل البرسين أول حاجة عندي تحسين ضغط الدم يحتوي على حاجة تسمى الفلافونول الفلافونول يا جماعة من الحاجات الجيدة جدا اللي بتساعد فيه تحسين ضغط الدم لانه بيساعد او بيحمي صحة القلب وبيساعد او بيقلم من اضرار المشاكل اللي بتحصل للقلب كمان بيساعد فيه تحسين تضفق الدم ونقل الاكسوجين للأوعاد دموية والشرايين وبالتالي يعمل توسع الأوعاد دموية وده السبب فيه انه بيخفض ضغط الدم دي حتة مهمة جدا يبقى اول حاجة او اول فايدة ان هو بينزل ضغط الدم المرتفع رقم اتنين خفض نسبة الكولوسترول الضار اللي هو بيسموه اللودينيسيتي لايبو بروتين اللودينيسيتي لايبو بروتين اللي هو LDL اختصار لكلمة LDL اللي هو الكولوسترول الضار وطبعا لما الكولوسترول الضار بينزل في الجسم طبعا بيقلل السمنة وبيقلل نسبة السكر من نوع التاني بيقلل القدس السكر من نوع التاني وطبعا بيقالل الإصابة بأمراض القلب المعروفة دي رقم اثنين في الفوائد رقم ثلاثة تهديئة الكحة العسل طبعا طبيعي بتاع أي عسل العسل طبعا معروف أنه له خصائص حلوة جدا كمضادة للبكتيريا وبيعمل تهديئة للسعال وبيعالج من الاتهاب الحلق لأنه هو أصلا ربنا خلقه كده في مضادات بكتيريا طبيعية سبحان الله دي حاجة ربنا خلقه في العسل فهو بيساعد في قتل الميكروبات الضرة سواء كان فيروس أو بكتيريا موجودة في الحلق فهو حلو جدا في تهديئة الكحة وتخلص من مشاكل الرئياتين المعروفة البلغم أو المشاكل الشعب والحاجة المعروفة للكحة رقم أربعة بيقولوا كمان أن العسل عسل البرسيم بيحتوي على حاجة اسمها الهايدروجين بيروكسايد أو بيكوسيد الهايدروجين ودي حاجة من المواد المادة اللي بتحط على الجروح أو الحروق بتساعد في التأم الجرح أو بتساعد في تهديئة الجرح عشان كده بيحطوه على الأماكن اللي فيها عدوى ومشاكل بكتيرية أو فيروسية بيعمل نتجة كويسة جدا ويستخدمها حلوة أوي عسل البرسيم جماعة بيساعدا في قرح القدم جميل أوي يعني نسأل عندها قرح في القدم بيعالج القرح أو أصلا عسل البرسيم حاجة بتعالج القرح خصوصا قرح القدم حط كده حاجة من عسل البرسيم على قرح القدم ساعد فيه تهديئة تهديئة الجرح والعلاج بتاع وده رقم أربعة رقم خامسة ودي حتة مهمة قوي بيحافظ على صحة الدماغ الحمد للفينول الموجود في الفينوليك أسد الموجود في العسل البرسيم بيعزز من صحة الدماغ وبيقول انه بيعملوا وقاية من أمراض المعروفة للدماغ زي الشل الرعاش زي الصرع الاكتئاب وكمان بيعمل تحفيز التذاكرة وتنشيط وده حاجة من حاجة فوائد العسل البرسيم المعروفة والمميزة جدا طيب كان هقوندى حوالي خمس فوائد العسل البرسيم هل فوائد عسل البرسيم ليه أضرار آه طبعا أي العسل كحاجة تحتوي على الجلوكوز بنسبة عالية لما بنزيد من الكميات بتاعته ممكن يسبب السمنة ممكن يسبب السكر من النوع التاني ممكن يسبب إصابة زيادة في الوازد كل الحاجات دي تبقى معروفة بالنسبة ليه عسل البرسيم ده امتى مع الكميات الكبيرة منه طيب انا برضو سؤال من السؤال ازاي فرق ما بين عسل البرسيم والعسل العادي عن طريق الشم المزاق الريحة بتاعته الريحة والمزاق والملمس والطعم دي مهم قوي ازاي بقى الكلام ده العسل البرسيم يا جماعة لونه اصفر متوسط لونه انت بتحب تشوف شكله بيقوله عليها زي العنبر كده ورحته زي رحت الازهار بتاعت البرسيم رحت الظهر بتاعت البرسيم رحته كده تمام مبقاش سكره قوي قوي فانت بتحب طعمه لانه خفيف ومعتدر انا بتقول انه طعمه كويس وبقى مميز انت بتحس بطعمه مميز فيه كمان الحتة التبلور احنا بلونه متماسك شوية عن العسل العادي ودي حتة وزقية مهمة فيه لانه بيحتوي على نسبة عالية من الجلوكوز غير العسل العادي العسل العادي بقى بيعمل ايه بقى لونه قريب من البرتقاني شوية طبعا بيبقى سايب بسهولة بيسيب بتلاقيه يعني سايل شوية ملمسه نعم جدا رحته اه قريبا ب mioهر السكر يعني العسل العادي بقى رحته رحتت سكر فانت بتعرفتح وسهل انه يبقى سايب كده قدامك دي الفرق بين الاتنين عسل برسيم يا جماعة أنا بانصح به عن الحاجات الجيدة جدا جدا ممكن تستخدمه يوميا كمعلاقة صغيرة تحطه على المشروبات زي اللبن تحطه على العصير تحطه في المشروبات المعروفة بتشعبه كل اليوم بجد نتيجة وهيلة جدا تستخدمه على الجلد كحاجة جيدة جدا للتأامل بروح وحاجة منرشطة وتسبب ترتيب للجلد فهو كويس جدا في حاجات كتير أرجو نكون الموضوع الحلق عجبكم وإن شاء الله أشوفكم على خير كل سلام عليكم ورحمة الله